لم يهدأ الميدان السياسي كصورة التي تعكس هدوءا في أيام رمضان بل يتحرك الإطار التنسقي بخطا ثابتة وحوار مستمر للوصول إلى تثبيت حالة من التوافق المشترك وإمكانية التفاهم الجدي في البيت الشيعي وصناعة الهدف الرئيسي المتمثل بالحفاظ على وحدة قرارهم بما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة وحدة الدراسات العراقية في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية تابعت ما آلت إليه نتائج التوافقات بحصولها على معلومات دقيقة كشفت تحرك تحالف السيادة بشكل خجول صوب الإطار التنسقي وقد تتكلل تلك التقاربات ولو كانت بطيئة بزيارة مرتقبة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إيران في دائرة المتصلة تريد طهران من خلالها أن يحفظ البيت الشيعي حالة الانسجام والمشاركة مع القوى السياسية في صناعة الحكومة الجديدة دون استمرار حالة الانسداد الحالية في الجانب الكردستاني كشف المركز عن عودة الحوار والنقاش وإيجاد قواسم مشتركة بين المركز والإقليم كل هذا يقابله ثبات عن الموقف تمسك به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعنوان حكومة أغلبية وطنية لكن قراءة المركز الدقيق أو الواقعية كشفت عن أن المشهد العراقي قابل للتغيير في مواقف الأحزاب والكتل السياسية وأن هناك العديد من الأحداث التي سنراها قريبا ولكن تبقى مسألة توجيه حكومة أغلبية صعبة التطبيق في ضوء التحولات والتقلبات والتحالفات السياسية ترجمة نانسي قنقر